أشارت دراسات سابقة إلى مساهمة البرامج التي يشاهدها الأطفال والمراهكون على شاشة التلفاز أو الأجهزة الذكية في العملية التعليمية. إلا أن معظم أولياء الأمور يخشون تأثير ذلك على حياة أطفالهم الاجتماعية واندماجهم بالبيئة المحيطة بهم. لكن دراسة أمريكية جديدة تابعة لجامعة شيكاغو وجدت أن الوقت الذي يقضيه المراهكون والأطفال باستخدام الهواتف الذكية يمكن أن يمدهم بمهارات اجتماعية مشابهة تماما لمهارات الأجيال السابقة. وأن الشاشات قد تساعد الأطفال على بناء العلاقات الاجتماعية وتعلم الخبرات الحياتية في مرحلة ما قبل المدرسة كمكالمات الفيديو مع أفراد الأسرة أو الأقارب والألعاب التي تعتمد على اللعب بالتناوب أو ضمن فريق. واعتمد البحث على مقارنة بين تقييمات مجموعة من الأطفال قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مع مجموعة أخرى من الأطفال بعد انتشارها ووجدوا أن هناك تطورا مماثلا في المهارات الاجتماعية. فيما وجدت دراسة أخرى تابعة لجامعة تكساس التقنية أن المشاهدة المشتركة تساهم في زيادة التعلم من الشاشات ويقصد بها جلوس مسؤول الرعاية أو أحد الوالدين بجوار الطفل أثناء مشاهدته العروض على التلفاز والأجهزة الذكية مما يحول وقت الشاشة إلى وقت عائلي. لكن كل هذه النتائج تعتمد على نوع المحتوى الذي تتم مشاهدته لذلك يوصل الخبراء بمراقبة بيئة الشاشات التي تحيط بأطفالهم.